السلام عليكم ازايكم جميعا يا رب تكونوا بخير نسبة البلوغ المبكر في الاوينة الاخيرة زادت بالنسبة ومعدل كبير اوي وبينة نشوفها في شغلنا كتير يا ترى هل في اسباب اخرى غير الاسباب العضوية اللي هي بتسبب البلوغ المبكر هي سبب من اسباب حدوث البلوغ المبكر ده اللي هنتعرف عليه النهاردة هنتعرف ازاي نتجنبها اهلا وسهلا بكم معاكم دكتورة سانيا سليم استشاري طب الاطفال والغدد والسمنة زميل بكلية الطب بجامعة عين شمس واستشاري تغذية علاجية البلوغ المبكر انا تناولته في فيديوهين في فيديو اسم بلوغ مبكر بلوغ مبكر ده اسمه Precocious Puberty Precocious Puberty مقصود بيه ان هو ان البنت تبدأ بلوغها قبل سن 8 سنوات وده اتكلمت فيه بالتفصيل اسبابه وعلاجه وتشخيصه فيه حاجة تانية اسمها Early Puberty Early Puberty ده البنت بدأت بلوغها بعد سن 8 سنوات بس بدأت مسلا في سن 8 سنوات ونص في سن 9 سنين وبيبقى طول عدمها بيقفل بدري وطولها النهائي بيبقى صيار ودي مشكلة البلوغ المبكرة عموما ان البنات دول عدمهم بيقفل بدري وطولهم النهائي بيبقى صيار العوامل البيئية اللي هنتعرف عليها النهاردة تعتبر عامل من عوامل حدوث Early Puberty اكتر منه Precocious Puberty ايه هي العوامل دي؟ العوامل دي هسمها الى 3 مجموعات عوامل لها علاقة بالاغذية اللي بتتعرض لها البنات دي وبتعمل لهم هرمون Early Structure يعني بتعمل لهم خلل هرموني وعوامل كيميائية ايضا بتؤدي الى حدوث خلل هرموني والسمنة ايضا في الاطفال بتعمل لهم خلل هرموني اول حاجة ايه هي الاغذية التي تسبب خلل هرموني للاطفال وتجعلهم اكثر عرضة للبلوغ المبكر اول حاجة الافراط في تناول الصوية ومنتجتها الصوية ومنتجتها البنات بيأكلوها بنسبة كبيرة قوي في البرجر في الفاست فود او البرجر اللي بيشيروه من السوبر ماركت او سوس الصوية او في اكلات كتيرة مش واخدين بلهم منها مشكلة الصوية ايه؟ مشكلة الصوية ان هي بتحتوي على مادة اسمها فيتو ايسترجن فيتو ايسترجن ده بيشتغل في جسم البنات بالضبط زي الاسترجن الطبيعي فبالتالي يعمل لهم استيميليشن او يحفز لهم البلوغ بدري تاني حاجة من الاغذية وهو الافراط في تناول الفراخ البيضة مشكلة الفراخ البيضة ايه؟ مشكلتها ان هي بتتعرض اثناء التربية بتاعتها لنسبة كبيرة قوي من الهرمونات في العلف اللي هي بتتناوله فبالتالي ده بيبقى موجود في الدواجن دي اللي هي البنات بتاكلها وتعرض البنات لهذه الاكلات بصفة مستمرة بيزود لهم نسبة هرمون الاسترجن وبيعمل لهم خلل هرموني ويجعلهم اكثر عرضة للبلوغ المبكر ايضا من ضمن الاسباب هو الافراط في تناول السكريات ومعظم الاطفال بيتناول السكريات بنسبة كبيرة قوي الافراط في تناول السكريات بيعمل ايه؟ بيرفع هرمون الانسولين في جسم البنات واول ما يترفع هرمون الانسولين في جسم البنات ده بيقلل من نسبة السكس هرمون بايندين جلوبيلين السكس هرمون بايندين جلوبيلين هو الحاجة كده اللي تحافظ على هرمون الاسترجن مايبقاش حر ويشتغل في جسم البنات فيخلي هرمون الاستروجين يشتغل في جسم البنات ويخليهم اكثر عرضة من للبلوغ المبكر ايضا من ضمن الاسباب الوجبات السريعة الوجبات السريعة مشكلتها ايه مشكلتها ان هي بتبقى فيها اغذية فيها نسبة صوية زي البرجر مثلا بالاضافة الى الفراخ البيضة بالاضافة الى اللحوم المهرمونة اللي هنتعرف عليها دلوقتي حالا بالاضافة الى المشروبات الغازية اللي فيها نسبة سكر عالية بالاضافة الى الحلويات والتحلية بعد الوجبات السريعة اللي فيها نسبة سكر عالية كل ده بيعرض البنات لخلل هرموني يخليهم اكثر عرضة للبلوغ المبكر ايضا اللحوم والالبان اللي هي في المزارع اللي هي متعرضة الهرمونات الحيوانات اللي هي متربية في مزارع عشان تدي وزن كبير هي عملية تجارية شوية عشان تدي وزن كبير وتكبر بسرعة بيدوها في العلف بتاعها نسبة هرمونات فده بيبقى موجود في اللحوم بتاعتها ويبقى موجود في الألبان بتاعتها فده البنات ده البنات عندما تتناول هذه الأغذية مرة في مرة بتزود لهم نسبة الأستروجين في جسمهم وبتعمل لهم خلل هرموني وبتجعلهم أكثر عرضة للبلوغ المبكر طيب العامل التاني وهو العوامل البيئية الكيميائية ايه العوامل البيئية الكيميائية اللي بتجعل البنات أكثر عرضة للبلوغ المبكر هو تعرض البنات لمواد كيميائية بتعمل حاجة اسمها هرمونال ديسربتور هرمونال ديسربتور دي يعني خلل هرموني والمواد الكيميائية دي بتشتغل في جسم البنات زيها بالضبط زي الاستروجين اول حاجة ودي اللي موجودة ومنتشرة كتير قوي تعرض البنات لمادة البيسفينول اي او البيبي اي البيسفينول اي او البيبي اي المادة دي موجودة في البلاستيكات كلها عموما في زجاجات المية في زجاجات العصير في الاواني الحفظ اللي احنا بنضعها في التلاجة في عائلة بالبلاستيك اللي فيها الاندومي البنات بتاكلها في لعب الاطفال ايضا موجودة في الريسيد اللي احنا بناخده من السوبر ماركت اللي هي المكنة بتطلع ريسيد في السوبر ماركت ما نيجي نحاسب الريسيد ده في نسبة بي بي اي عالية جدا جدا وبتشتغل في جسم البنات زيها زي الاستروجين تاني حاجة ايضا فيها بي بي اي وهو فيها ريسيد ايضا وفيها بي بي اي اللي هو الريسيد اللي احنا بنستلمه من البنك برضو لما نيجي ناخد فطورة من البنك بالحسابات بتاعتنا بتطلع ورقة من المكنة الورقة دي فيها نسبة عالية جدا من البي بي اي الورقة دي المفروض ما نمسك هاش بأدينة مباشرة لان هي مش بس بتضر البنات وبتسبب لهم بلوغ مبكر بتضر الكبار ايضا وبتضر الرجال وتضر النساء وده هنتعرف عليه في فيديو اخر انا هركز النهاردة في البلوغ المبكر طيب يا ترى هل في اسباب تانية اخرى بي اي اه في اسباب تانية اخرى بي اي رش المبيدات في البيوت زي اي زي رش النمس زي رش النموس زي رش الحيوانات زي الصراصير الحيوانات الزحيفة كلها الاستخدام الرش ده في البيوت ده بفيه مادة بتشتغل بالضبط في جسم البنات اسمها استروجين ميميك استروجين ميميك يعني تشتغل بالضبط زيها زي الاستروجين اه اه مفروض ان احنا نستبدل ده بايه نستبدله بعجينة لاثقة بتبقى موجودة في الصيدليات العجينة فيه فيه عجينة ضد النملة فيه عجينة ضد الحشرات الزحيفة ده ده طبيعي وهلسي مايرد مايزيش البنات لكن تعرض البنات لرش المبيدات بصفة مستمرة ده بيولد في جسمهم مواد فعالة بتشتغل بالضبط زي الاستروجين وبتسمى طبيا استروجين ميميك يعني شبيهة الاستروجين طيب هتنقل للنقطة التالتة وهي السمنة ليه السمنة تخلي البنات اكثر عرضة للبلوغ المبكر لان السمنة بتزود عدد الخلايا الدهنية وعدد الخلايا الدهنية لما تزيد في الجسم بتزود نسبة الاستروجين في الجسم فده بيخلي البنات اكثر عرضة للبلوغ المبكر طيب ازاي نتغلب على هذه المشاكل دي كلها او على هذه الملوسات البيئية اللي متعرضة لها البنات وبتجعلها اكثر عرضة للبلوغ المبكر وعدمهم بيقفل بدري وبيبقوا اكثر من كورناءهم نتخلص من هذه العوامل البيئية واحدة واحدة كده اول حاجة فول الصوية نتجنبه على قد ما نقدر مشكلة الفول الصوية الموجود في الوقت الحالي مش بس فيه فيتو استروجين وتعرض البنات له كتير بيجعلهم اكثر عرضة للبلوغ المبكر مشكلته ايضا ان هو جي ام و او نسبة كبيرة من فول الصوية الموجود في الاسواق جي ام و او يعني له اضرار تانية للجسم كتير قوي فيجب ان نتجنبه ونقلل منه على قد ما نقدر الحاجة الاخرى الفراخ البيضة نستبدلها بالفراخ البلدي البيض الابيض نستبدله بالبيض البلدي الحاجة التالتة السكريات نقلل منها على قد ما نقدر ونخلي ولادنا يتجنبوها على قد ما نقدر لان هي مش بس بتسبب البلوغ المبكر ده بتنقص منعيتهم وبتعملوهم مشاكل صحية تانية اخرى كتير الوجبات السريعة ودي كرسة الكوارث ومصيبة هذا العصر الموجبات السريعة مش بس مشكلتها البلوغ المبكر لها مشاكل تانية اخرى يعني بتؤدي الى مساوق تانية اخرى كتير بتزود نسبة الدهم في الدم وبتخلي البنات اكثر عرضة للسمنة وبتعملوهم اكتئاب وبتمزل مناعة واكثر عرضة للسرطان مشكلة فنقلل من الوجبات السريعة لقد ما نقدر وناكل في بيوتنا وجبات صحية عشان نتجنب حدوث البلوغ المبكر بالنسبة بقى للحوم والالبان هي دي حاجة صعبة شوية المفروض ان احنا نحاول نبحث على مصادر لحوم تكون حيوانات متربية في مراعي نباتية طبيعية بتتغذن حاجات طبيعية ما بتتغذاش على الاعلاف احنا لو حرصنا على هذه اللحوم والالبان طبعا هتفرق معنا كتير الحاجة الاخرى العوامل البيئية بالنسبة للمبيدات الحشرية زي ما قلت نستبدلها بالعجينة اللي هي ثقة وبالنسبة لمادة P.B.A الزجاجات نستبدلها بزجاجات زجاجية او الاستانلس او البلاستيك اللي هو خالي من P.B.A ايضا ايضا لعب الاطفال نحاول ننتقي لعب الاطفال تكون خالية من P.B.A او اي حاجة بلاستيك منستخدمها تكون خالية من P.B.A السمنة بقدر ما يمكن نتجنابها لان السمنة دي فعلا مش بس بتؤدي الى البلوغ المبكر انا تناولتها في فيديو سابق لها مساوئ تانية اخرى كتير على الصحة بسبب من اسباب زيادة نسبة حدوث مرض السكر النوع التاني في الاطفال احنا لو حرصنا على كده هنجنب بناتنا حدوث البلوغ المبكر ومخاطر البلوغ المبكر وهو ان عظم البنات دول هيقفل بدري ويبقوا صيارين مع تمنياتي بالصحة والعافية للجميع والسلام عليكم اشتركوا في القناة